في معاقبة المجرمين لا لا استاذ فالد انطيك وحدة وحدة عبا الفساد جريمة لو مجريمة الفساد جريمة لو مجريمة بكل تأكيد جريمة خرق الدستور جريمة لو مجريمة جريمة نعم تزوير الانتخابات جريمة لو مجريمة من حقكم ان تعتقدون بالطريقة التي انتم ترونها مناسبة ولكن انا اسألك عن اي مستقبل انت تتحدث وقد انضينا 18 سنة بانظام وجوع وقتل وتهجير ومفخخات وسرقات وبوق ومشهد سياسي يتمزق وينحدر اي مستقبل ممكن ان نتحدث عنه او نمنحه او نصبر من اجله اخذني انت الى اي مواشرات حتى لا نمارس سياسة الجلد وانت تقول ما حصل هو تقسير والواقع يقول هي جرائم كبرى ضد شعب اعزل على كل حال الجرائم اللي توصيفها القانوني ينبغي ان نحافظ عليها اذا اكو جرائم يكون فعلا احنا وياك والناس نمارس دور في معاقبة المجرمين لا لا استاذ فالد انتيك وحدة وحدة اعبا انا اوصل انا اوصل انا اوصل القضايا على انها تقصي انا الفساد جريمة لو مجريمة بكل بكل تأكيد جريمة خرق الدستور جريمة لو مجريمة جريمة نعم تزوير الانتخابات جريمة لو مجريمة كلها جرائم وينبغي عينا جميعا ننعالجها ولكن ولكن ما ينبغي ان نتحدث عنها بشكل واقعي هو مو اطلاق القضايا بشكلها العام وانما نقول استاذ نجيم يجي يقول يقول سين من الناس فلان حزب من الناس فاسد وهذه ادلتي على فساده فلان من الناس مزور وهذه ادلتي على تزويره اما اطلاق القضايا بشكلها العام هو هذا اللي نختلف عليه ولذلك ما نتحدث عنه فيما يتعلق بوجهة نظر الناس متنوع القضايا اللي الناس تنظر لها بعضهم ما يشارك الانتخابات لان الحكومة ما معينته وهذا حقه بعض الناس ما يشارك بالانتخابات لانه يكون فساد وهذا حقه وبعض الناس ما يشارك بالانتخابات وما يشارك بالنشاطات السياسية لانه يكون تجاوز على الدستور وهذا هم حقه وجهات النظر مختلفة ولكن بعض هذه القضايا بها تقصير مثلا وهذا الذي أنا أشير إلى بشكل واضح مثل ما أنت ذكرت الأمثلة سأذكر لك أمثلة كان ينبغي تعديل الدستور من الدورة الأولى للبرلمان ولم يعدل الدستور وهذا تقصير لأنه جزء من عمليات تعديل الدستور ممكن أن تنطي خيارات أفضل للمواطن العراقي للقضايا السياسية والقضايا إدارة الدولة كان بالإمكان أن بعض القوانين مثل الإدارة المالية تشرع خلال الدورات الماضية لم تشرع نتيجة الخلافات والتقاطعات السياسية كان أيضا واحد من التقصير الذي يسجل على كل القوى السياسية التي شاركت في العملية السياسية هذا بالحقيقة نتيجة الخلافات والتقاطعات هذا ما نشير لعلى أنه تقصير أما وجود ناس مجرمين على نحو الفساد نعم هناك ناس مجرمين على نحو الفساد وهذا ما يدعونا ويدعوك ويدعو كل واحد عنده دليل عليهم أن يقدوهم للقضاء لا فقط أن نتحدث أنه يوجد فساد نعم يوجد فساد بس علينا أن نشخصه ونوديه للقضاء وندعم القضاء في محاسبة مثل هؤلاء سواء كان فاسدين أو مزورين زورة وانتخابات أو خرقة ودستور أو ما إلى ذلك ومثل ما تعرف دستورنا وقانوننا وكل تشريعاتنا في العراق سواء كان القديمة أو الحديثة تنطي لكل ذي مصلح الحق في الشكوى وإقامة الدعاوة على أي مخالفات لقضايا الناس العامة